السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في المجاز الرياضي وقعت لجنة أولمبية البحرينية اتفاقية تعاون ثنائيا مع الجامعة الخليجية وذلك في إطار سعيها المتواصل لتفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات في المجتمع البحريني بخدمة الحركة الرياضية حيث قام الأمين العام للجنة أولمبية البحرينية عبد الرحمن صادق عسكر بتوقيع الاتفاقية مع القائم بعمل الرئيس الجامعة الخليجية الدكتور بهند المشهدي وبحضور رئيس لجنة الإعلام الرياضي محمد قاسم تتضمن الاتفاقية العديد من بنود التعاون الثنائي المشترك التي تستهدف لعبي المنتخبات الوطنية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواصلة دراستهم الجامعية وتحفيزهم على التفوق لنيل أعلى الدرجات العلمية لخلق جيل وعين علمي ورياضي